السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد اليوم بدنا نشرح طريقة تخطي حساب جوجل عن طريق السيرفر طبعا اي الطريقة احنا راح نشتغل اليوم على جهاز A20S ولكن الطريقة لجميع انواع الاجهزة مهما كان اصداره و و جميع الاصدارات وجميع الاجهزة سامسونج طبعا بالبداية التليفون زي ما انتم شايفين اي كلاود اه اسف حساب جوجل نيجي على الحساب بلايس اوردر بلايس ايمي اوردر وبعدها مباشرة نتوجه لخدمة اما منكتب في البحث اربي وهي هي الخدمة طبعا الخدمة الان 10 دولار يعني كل مرة بتكون شكل هنا الامي اما بتحط ايمي الجهاز اذا كان معك ايمي الجهاز اذا كان الجهاز تابلت ما بت يعني بتحط هنا الارقام بتقدر تحط واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين كده ليسيروا 15 رقم وتبعت الاردر بس قبل ما تبعت الاردر بدك تكون مجهز الملفات المطلوب منك انك تنزلها اللي هو موجودة بالوصف هنا بالشرح خلينا ننزلها منيجي منعمل لهذا الملف كوبي منيجي هنا منعمل لسق عشان ننزل لا اخدته غلط ناخده من عند اتش تي بي بي وهي كوبي منيجي هنا منعمل لسق ومننزل هذا البرنامج طبعا مش شرط يكون الامي لكن الامي يفضل انك تحط الامي تاع الجهاز اي البرنامج نضغط عليه نعمل يس ومنسكر هاي نعمل هون التالي هون بيحكي لك ريموت اكسس شو بتعمل تيجي على الاي بي الموجود هون تنسخه وبتعمل connect هاي اول خطوة هون هسا الخطوة هاي الموجودة هون لازم تشبك الجهاز راح يصير على خطوة رقم اثنين خلينا هون هندخل رقم الامي للجهاز عشان نطلب الوردر هون هيك كتبنا رقم الامي وبنعمل اوردر مباشرة مباشرة يعطينا هون اوردر ريسيف لو اجينا شيكنا على الوردر اوردر امي راح نلاقي هون انو ويتنج اكشن هلا شو الخطوة التالية اللي بنا نعملها الخطوة التالية هي هون موجودة بالوصف انو لازم نبعث ال اي بي دك تبعث ال اي بي عن طريق قنوات التليجرام او الواتساب من هون او من هون دك تبعث رقم ال اي بي كيف ده اعرف ال اي بي تابعي بدخل على هذا الموقع بعمل له كوبي وبعمل لسق بيطلع لي هنا ال اي بي ال اي بي وبرسله للدعم مباشرة ثاني خطوة بخلي الجهاز بشبك الجهاز على الاداء بصير عندي بالشكل هاد اللي هو رقم اتنين بخلي الجهاز زي هيك وهيك بعد ما تشبك الجهاز بتصير على خطوة اتنين بتنتظر لغاية ما تكتمل العملية ما بتعمل ولا اي شيء هو بيشتغل لوحده ننتظر لغاية ما تتم العملية ننتظر لغاية ما تتم العملية تاخد تقريبا دقيقتين لتلات دقائق بدون ما تعمل ولا اي شيء مجرد ما انك شبكت الاي بي وعملت له التالي وشبكت الجهاز على الكمبيوتر يتحول تلقائي على خطوة رقم اتنين تنتظر لغاية ما يصير على خطوة رقم ثلاث بعدها يصير على خطوة رقم اربعة بدون ما انت تغير ولا تعمل اي شيء خلينا ننتظر ونشوف العملية في الوقت الفعلي كما بتاخد وقت طبعا هذا الجهاز جهاز لمتابع لنا حبينا نصور فمباشرة طلبنا الوردر والجهاز هي مشبوك زي ما شفته صارت الخطوة رقم ثلاث الان بلش يعد عنده الجهاز بننتظر لغاية ما تكتم العملية لازم تتحول عندك لرقم اربعة بتكون هيك تمت العملية هنا بننتظر لغاية ما تتم العملية ياريت بالبداية يعني اذا ما كنت مشترك ياريت انك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد بالنسبة لسعر الخدمة 10 دولار بس يعني ملاحظة انه احيانا تنزل لتسعة احيانا بتصير 11 فالخدمة يعني السعر بين 9 و 11 يعني حسب ضغط السيرفر الخدمة السريعة متوفري دائما 24 ساعة مجرد ما انك جهزت الجهاز وابعت رقم الـ IP تبع جهازك مباشرة بنتبلش العملية داريكت شغل اي حد عنده صعوبة باي شي يعني يتواصل معي وانا بساعده من خلال الواتساب من السيرفور مباشرة طبعا يا جماعة هذا الوقت الفعلي للعملية انت ما بتعمل ولا اي شي يعني مجرد ما شبكت زي ما انتم شفتوا اي صار على الخطوة الرابعة هيك احنا خلصنا هيك تمت العملية بنجاح الا الجهاز هون بنشوف الجهاز هون الشب يفتحه كمل دقيقة اكتب له كمل العددات بس لاني اعنا بتواصل معا كتابة لازم يكمل اعداداته معلش يا جماعة بصوروا اني ديسك لانه انا ما اجاني جهاز فانا بصوروا ما شب اني ديسك انا بدي اشرح لكم الفكرة الفكرة انه انت بتطلب من السيرور بتفتح البرنامج بتشبك الجهاز وشكرا بتتركه لغاية ما يفتح تليفونك شفتوا اعطى العملية دن هلا الشاب هيو بعمل في الخطوات انه بفتح التليفون يعني بكمل في اعدادات التليفون بعتذر يعني انه التصوير هيك ولكن يعني اه طلبوا مني الطريقة اكتر من مرة ولازم انه ابعتها عشان الناس تعرف كيف الطريقة طبعا هاي صالحة لجميع اجهزة سامسونج بدون اي استثناءات وجميع الايبادات واذا كان ايباد تبعت سيريال نمبر ما عرفت السيريال نمبر تبعته حتى جهازك اذا ما عرفت تطلع الامي تكتب واحد اثنين واحد اثنين خمسطاشر رقم وبتبعت الوردر وبتبعت لي الاي بي على الواتساب اللي هو موجود في الموقع بالاسفل انا نشوف الشاب بس ليكمل اعدادات التليفون زي ما شفتو اي done بس يكمل كمل كمان next 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 اعمل cancel مستروري تنزلها done cancel يلا التالي 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 مالخ بطيء احنا ما نشرح لكم الفكرة يا جماعة وتشوفوا كيف يعني انه العملية سهلة جدا تفتح مباشرة واذا كانت جهاز مستعصي عندك يعني ما الو طريقة فتح ولا راضي يقبل معك على اي بوكسات او اذا انت في بيتك وبدك تفتح جهازك وما بدك تروعه محلاته كذا وبدك يعني تشتغله بشكل سريع الخطوات اللي انا شرحتها بالزبط لا زيادة ولا نقصا بنفس الخطوات زي ما انت شفتو الجهاز هي مفتح بس الشاب بفتحه بشكل بطيء دور جيكو اياه هو فاتح يعني هاي الفكرة بتشحر رصيدك بتعمل حساب بتعمل تشحر رصيد بتطلب الوردر بتنزل البرنامج بتدخل الاي بي الموجود بالوصف الاي بي بظل يتغير كل فترة بعد ما تعمل الاي بي بتفوت على اخر اشي الموقع بتشوف الاي بي تبعك شو هو بتبعت لي اياه على الواتساب بتشبك الجهاز لما يتحول على خطوة رقم اثنين بتترك الجهاز خلص يشتغل لحاله بتحول لحاله على الخطوة التالتة لما يصير على الخطوة الرابعة بكون جهازك فتح بتكمل اعدادات تليفونك كان الله بصير عليم بكون امورك ان شاء الله طيبة وخلص وجهازك فتح بشكل كام زي بشايفين انتو الجهاز فتح يعني هو تجاوز مرحلة الجيميل اصلا لسه بعمل تالي بس ما اعرف ليش بطيء كثير الشاب هو بتأقل في الم يعني التالي 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 نبدو انه خلص ياريت لا تنسوا اللايك يا جماعة الفيديو تقريبا اربعتاشر دقيقة والعملية كل اياتها اخططت اربع دقائق مش عارف ليش لكن يعني هاي اللي صار ها مستنى بالهي الجهاز فتح thank you فتح الجهاز هذا كان الفيديو اليوم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو نراكم في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا